العشر سنين اللي فاتوا كانوا شاهدين على حجم الجهد الكبير اللي اتبذل في سينة من مشروعات وخطط واهداف اهم هدف فيهم كان الانطلاقة الحقيقية لتأسيس المشروع القومي لتنمية وتعمير سينة صحيح المشروع القومي لتنمية وتعمير سينة هو العنوان الابرز والاهم والعريض اللي تحته طبعا بتنطلق مشروعات كتيرة جدا مشروعات في البنية التحتية في الزراعة الصناعة الري التجارة وكمان القطاع السياحي ده اللي حنتعرف عليه وتفاصيل اكتر مع حوار اجراز منا مصطفى كفافي والمهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سينة بنرحب بكم بالتأكيد كل ما نرى في شمال سينة لم يأتي من فراغ كان هناك خطة موضوعة بالفعل من قبل الدولة نفذها او كان احد الازرع اللي بتنفذها جهاز تعمير سينة الخطة بتستهدف ربط سينة بباقي محافظات الدلتا تنمية عدد كبير جدا من المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية توفير فرص عمل لابناء شمال سينة من اجل عودة 3 او 2 من 10 مليون مواطن من ابناء شمال سينة الى هنا مرة اخرى من اجل العمل بهذه الوظائف بصحبتنا المهندس ناج إبراهيم وهو رئيس منطقة تعمير شمال سينة بالتأكيد عنده كواليس وتفاصيل كتير جدا عما حدث من 2014 لغاية 2024 اهلا بيك يا فندم كل سنة وحرك طيب بمناسبة اعياد تحرير سينة طبعا مناسبة عظيمة كل سنة وانتوا طيبين ومصر كلها بخير بإذن الله في اعياد سينة وفي كل اعياد مصر بإذن الله إن شاء الله يعني جهاز جهاز تعمير سينة ده بالتأكيد جهاز فيه تفاصيل كتير جدا يعني القصة بس مش تعمير لا ده القصة ايضا اشراف على مشروعات اخرى ممكن نعرف ايه هي اه اولا فندم اللي حصل في عشر سنوات في سينة في الظروف اللي مرت بها سينة يكاد يصل لحد المعجزة وانا اقول لحظتك ازاي النهاردة سينة رجعت في 82 وانا النهاردة احنا في الزكرة ال42 لتحرير سينة ورجوحها للوطن الام كل كان بيحصل فيها في 30 سنة اه كنا مهتمين بيها ولكن كان اهتمام هامشي لا يصل للتنمية الحقيقية الواقعية في 2014 توفرت ارادة سياسية قوية قالت لا سينة ده في القلب من مصر وفي القلب من كل مصري فوضع برنامج قومي متكامل لتنمية شبه جزير السينة حلوة جدا بس انا عايز اتكلم عن دولاب العمل الحكومي ماذا حدث في اروقة الحكومة المصرية عندما اتخذ قرار تعمير سينة واضافة ميزانية بتصل لعشر اضعفها من 60 مليار ل600 مليار وانفقها في عدد كبير من المجالات ايه اللي حصل ايه كواليس؟ تمام الاجهزة كلها التنفيذية التابعة للدولة تركز اتحطت لها خطة الخطة دي تنمية وتعمير سينة بيوضع حقيقي على جميع الاصعد ازاي يا فندم؟ النهاردة سينة كانت بتتعرض من بعد 2011 لوضع امني متدهور جدا اللي هو الارهاب وانتشار الارهاب اصبح النهاردة كان فيه خطتين اما الاول نحارب الارهاب وبعد كده نبتدي التنمية او الدولة خدت على عاتقها التحدي الاكبر ان تبقى الدولة بتحارب بتحاول الارهاب ثم تنمية سينة حيث ترى الدولة برضو والقهداء السياسية وكل اجهزة تنفيذية ان تنمية سينة حمايتها هيبدأ من تنميتها وتعميرها حيث ان لما نملأ الفراغ الجغرافي اللي موجود وسينة نبص برضو على حاجة ان هي اهميتها الاستراتيجية المصر حسينية واع في البوابة الشرقية بتربط البحر المتوسط بقناة سويس بخليج السويس بخليج العقبة كل ده فندم موقعها الجغرافي المهم وخاصة للامن القوم المصر طب احنا ازاي ما دينا جسور التواصل من ابناء الدلتا والعاملين من المحافظات المجاورة لسينة علشان ييجوا هنا واشتغلوا هنا في المشروعات القومية جهاز تعمير سينة اللي هو انشئ من 82 منذ عودة سينة لحضن الوطن الام كان شغله كله في مجالات المرافق والبنية التحتية حل بعد 2014 اتكلف بايه اتكلف بايه اتكلفنا باول حاجة الطرق اتعامل من 2014 حتى تاريخه اكتر حتى 2024 522 مشروع ما بين بحوالي تكلفة 46 مليار لجهاز سينة فقط اللي هو منطقة تعمير شمال وجنوب سينة بين الطرق اتعامل 154 كيلو متر طولي في سينة الوحدها ليه؟ عساسنا احنا قلنا البنية التحتية اول حاجة هي اللي اول بجاهز الارض شرعين التنمية شرعين التنمية بدأت اولا من الضفة الغربية للقناة فالانفاء ثم الكبير العائمة اصبح النهاردة انشئ خمس انفاء زاد الربط بين سينة ومحافظات الدلتة ومحافظات القاهرة اصبح سهولة المرون منها وإليها النهاردة قبل 2014 كنا نقعد ساعتين على المعدية وتلاتة وممكن نضيع اليوم كله لو في محاصيل زراعية دخل او طلعب نتأخر النهاردة عاد عندك خمس محاور انفاء بخلاف النفاء القديم اللي هو بتاع احمد حمدي الشهيد احمد حمدي النهاردة يبقى اول حاجة طرق اتكلف الجهاز بالطرق اتعملنا طرق بعد كده بتجاهز البنية التحت انت عايز تجذب الناس اللي كان مستهدف الوصول 3.5 مليون لملق هذا الفراغ الجغرافي وفعلا بدأ النهاردة الناس اللي عايزة تيجي عايزة سكن فالنهاردة نعمل ايه يبقى الجهاز تكلف بتنفيذ الاسكان الاجتماعي والتعاوني وحنا في أحل النمزج الموجودة في دلوقت واحنا موجود ساعتك بنصور في نموذج حي هو على أرض الواقع وتم طرحه أمس اللي هو رفح الجديدة اللي مستهدف بإذن الله تصل لأكثر من 10.000 وحدة سكنية النهاردة تم افتتاح امبارح وطرح 272 عمارة المتين أكثر من 4.370 تم أول مرحلة فيها حوالي 656 وحدة اللي هما 41 عمارة بشروط ميسرة جدا ويكون مع الوزير تكلم عليهم والطرحة مبارح وبدأ الناس تقدم فيهم فعلا ده الإسكان لو دخلنا بعد الإسكان المرافق والخدمات عندنا كمان المشاريع الزراعية جهاز تعمير سيناء عمل برضو المشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بإنشاء أكثر من 37 تجمع زراعي في شمال وجنوب ووسط سيناء النهاردة دول بينتجوا يا فنديم تعامل التجمع الزراعي تجمع متكامل منه صوب زراعية تنتج الخضار منه الفكة منه الزتون كل ده بيعمل ليه للتجمع اللي موجود فيه أول حاجة عمل فرص عمل للتجمع ووفر ليه الغذاء والخدمات المطلوبة في هذا التجمع زاد أن الناس بتشتغل فيه زاد أن بيحدث الاندماج بين أهالي سيناء وكل أخوانهم اللي جايين من الوادي سواء من الصعيد أو من الشرقية أو من المحافظات القريبة فيحصل فيه تمازج من الحضارات وبيعرفوا الثقافات الزراعية مع بعض كل ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى الانتماء والولاء وإن مصر وسيناء مش بعيدة عن القلب من مصر طيب بالتأكيد لما أنا يعني يبقى عندي خطة من أجل القضاء على البطالة في شمال سيناء وتوفير فرص عمل بالتأكيد حدرس المجتمع ده المجتمع ده هل هو بيحب الزراعة هل هو بيحب الصناعة يعني هل حصلت دراسات عن طبيعة المجتمع في شمال سيناء؟ قبل تجمع الزراعة ده ما بتعمل بتتدرس المحيط طبيعة الأهل الموجودين بيحبوا يزرعوا إيه؟ بيعرفوا يزرعوا إيه؟ بالتعاون معهم مع مركز بحوث الصحراء مع وزارة الزراعة مع وزارة التعمير كل ده بيتدرس قبل ما نزرع ونختار المحصول ونختار اللي هم عايزينه وإيه اللي نقصهم في التجمع اللي هم موجود وبناء عليه بيتم زراعة الحاجة اللي هو محتاجة الحاجة التانية لو برضو حاجة نقولها برضو إن إزاي احنا الناس أو الدولة شافت الأهل عايز إيه وعملته إن البيوت البدوية أو العمارات أو الشغل بيتعمل على النموذج اللي بيطابق الطبيعة البدوية لأهلين العمارات القصيرة اللي هي الارتفاع ما يكونش عالي المتسع ما فيش تلاصق في العمارات المنازل البدوية نفس الكلام سؤال الأخير إحنا عايزين حرك قلت كم؟ قلت 3 و 2 من 10 مليون مواطن يعودوا لشمال سينة لعمل في مجالات زي الزراعة زي الصناعة زي الوظائف في ميناء العريش أشياء كتير جدا خلينا نتعرف على القصة دي الصناعة برضو فيه صناعات ضخمة الأول قبل المتنهيات الصغر كمان عندنا مصنع مصنع الأسمنة العريش عندنا مجمع الرخام والجرانيت اللي في الجفجافة وفي رسيد وفي برديس النهاردة ميناء العريش وتطويرها لأن الصناعة دي عايزة يعني اللي يخدم عليها سواء طرق أو المواني المواني المطارات مطار العريش مطار البردويل بحيرة البردويل وتطويرها ورفع كفائتها كل ده فندم مشاريع عملاقة زائد مشاريع عملاقة اتعاملت في سينة في عشر سنوات عشان كده نقول لك ما تم يشبه المعجزة جهد كبير بالتأكيد بيقوم بيجي تعمير سينة وبالتأكيد كان فيه خطة موضوعة تمثلت فيه إنشاء عدد كبير من المشروعات والإشراف عليها والتخطيط التخطيط الحكومي مهم جدا في هذه المرحلة كلمنا عنه بالتفصيل المهندس ناج إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سينة شكرا جزيلا لك فاندي منورتنا في صباح الخير يا مصر